موسيقى مساء الخير اسمحوا لي في حلقة النهاردة قبل ما ادخل في الموضوع واحكي قصة اللي جاي لنا اني اعبر عن ساعاتي واني مبسوطة بجد باني شفت في قصة النهاردة هدف من اهدفنا بيتحقق الهدف ده هو اننا بنشجع الناس انها تحكي وتفضفض تشاركنا بكل القصص اللي عندها كانت كتمها جواها وفكرة ان ما حدش هيسمعها او يحس بيها او ينصحها حتى تعمل ايه او تتصرف ازاي بس مدام بسمة بطلب قصة النهاردة بعد ما شافت حلقتنا اللي كانت بعنوان بعد وفاة جوزي اتعلقت باخوه قررت ان هي تتشجع تبعت لنا حكايتها اللي تقدر تقول انها النص التاني من الحكاية او الوش التاني المختلف لانه مدام بسمة المراضي هي اللي بتعاني من تصرفات ارمالة اخو جوزها اللي بدأت تتعامل مع جوزها بشكل مختلف بعد وفاة اخوه كان كل همه انها تاخدوا منها طب يا ترى بسمة عارفت ازاي طب موقفها كان ايه تيجو نسمع الحكاية من اولها ونشوف بسمة بعثنا تقولنا ايه اسمي بسمة في الخمسينات من عمري رغم ان الموضوع ممكن يبان مضحك والبعض جايز يتريع علي ازاي واحدة ستة في الخمسينات وجوزها في السبعين ومع ذلك بيتسرق منه لك ربنا ما يكتب على حد منكم انكم بعد سنين وعشرة طويلة من الجواز فجأة تكتشفوا ان ما فيش تقدير العشرة دي اللي الزوجة طيعت فيها احلى سنين عمره عشان تبني بيت سعيد وناجح وقفت جنبوزي عشان يبقى تاجر كبير وليه اسمه في السوق وفي الاخر لقيته بيبص برا زي اي حد مراهق والمين لارمالة اخوه اللي حالي في عينها بعد ما جوزها مات قررت ان هي تاخده من مراته وعياله واللي شجعني ابعت لكم حكايتي اني شفت الحلقة اللي كانت فيها ستة ارمالة عايزة تتجوز اخو جوزها في السر ومن وارا مراته وحكايتي باختصار اني اتجوزت جوزي اللي كان شغال في تجارة العلف من حوالي تلاتين سنة كان لسه وقتها صبي في الشغلانة هو واخوه اللي اصغر منه وقفت جنبو واستحملت ايام صعبة جدا كنا لسه فيها في بداية حياتنا وكان الحال على قد لدرجة اني كان ممكن انام من غير عشاء عشان ادي اكلي لولادي التلاتة واتجوزته في بيت اهله لانه ما كانش معه شقة حتى ذهبي اللي كان معي بعته عشان اساعده يقف على رجليه ويكبر في شغله لحد ما بقى تاجر وبدأ يكبر واحدة واحدة وانا معاه والحمد لله الحال اتيسر وحياتنا اتغيرت وعيالي بقوا عايشين في مستوى كويس قوي كنت بحلم بي في الوقت ده كان فيه رحلة شبه رحلتنا بين اخوه الصغير وامراته اللي خلفوا ولدين وكنا طول الوقت قريبين لبعض بحكم اننا سكنين جنب بعض في البلد والاخين شغالين مع بعض في نفس المجال وكانوا ولادي صحاب وولاد اخو جوزي صحاب جدا 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 ومراته كانت قريبة مني كمان كنت باعتبارها زي اختي الصغير كنا بنزور بعض بنعزمهم بيعزمونا وفي العيد الكبير بنتباح مع بعض تفاصيل كتير قوي كانت دايما بتجمعنا لحد ما في يوم اخو جوزي توقف وبان الوش الحقيقي اللي عمري ما كنت اتخيله خلونا نقفانة بقى ايه اللي حصل يا مادم باسمو الوش الحقيقي ايه ده بن بعدها بقد ايه تعالوا نسمع بقية القص بعد الوفاء بقى أقل من سنة اتفاجئت بواحدة تانية غير اللي عرفها بقيت أسفة بالكلمة بتهزر مع جوزي هزار مبالغ فيه بتتدلع في الكلام بشكل مستفز لأ وقدامنا كمان من غير خشة ولا حاية ولا بتكسف في الأول كنت بضغاز بكتم جواي واقول معلش يمكن مش واخد بالها خليني أنا الكبيرة العقلة أو يمكن العشة مواخدها بتعتبر جوزي زي أخوها الكبير لكن بيني وبن جوزي كنت بقوله إيه اللي مرات أخوك بتعمله ده دي الجنانة دي ولا إيه وهو يراضيني بكلمتين ويقول لي معلش لازم نرعيها إكراما لأخويا وإنه توفى والكلام اللي كل الناس عارفاه لكن مع الوقت الموضوع زاد بس جوزي ما كانش بيستجيب في الأول ومع ذلك كنت كل شوية أتخانق معاه وقل له إنت إزاي سكت له إنت لازم تصده توقفها عند حدها بدل ما أنا هعرف إزاي سكتها وهعلمها الأدب هو يفضل يهدي فيه وفي نفس الوقت ما كانش بي رياحها كانت كل شوية تحاول تبين له إنها أحلى مني ممكن تتريع علي قدامه أو ترمي كلمة كده ولا كده بطريقة الستات الكيادة واستمر الحال ده لمدة سنة لحد ما زهقت وبعدت مدام بسمه أنا مستغربة أن أنت عرفتي تمسكي نفسك سنة خدتيش موقف معاها لمدة سنة بس تمام لحد كده كل حاجة ممشي كويس يا طرى بقى إيه اللي حصل بعد كده تعالوا نكمل بعد ما الأفعى دي بعدت عن حياتنا حصل خلاف جامد بيني وبنجوزي بدأ يكلمها يقرب منها لحد ما العلاقة بينهم اتطورت جامد بقيت غرام وأغاني هو بيبعت لها وهي بتبعت له فضت العلاقة بينهم كده بالشكل ده في التليفونات رسائل أغاني وضحك وزار وفي المقابل بقى مش طيقني كل شوية يروح القوضة التانية ولا يبيتكلم بصوت واطي يقفل السكة أول ما يشوفني وحاجة مراهقة متأخرة وتصرفات عيال ولا كأنه عنده سبعين سنة حاولت أعمل حاجات كتير عشان أمنع المهزلة دي زي إن أنا تخنقت معاها وهزقتها وتفاجئت بيها بتقولي بكل بجاحة أنا ما ضربتش هد على إيده شوفي أنت نقصك إيه شوفي جوزك عايز إيه أنا مليش دعو مش زنبي إني أحلى منك ولما تخنقت معاها وجيت أغلط فيها لقيت واحد تاني واحد مش قابل عليها كلمة واحدة مش قابل كلمة غلط في حقها قال إني مش في قيمته ولا مستوى دلوقتي بعد ما بقت معاها فلوس كتيرة مع إني أحسن منهم هما الاثنين من ناحية التعليم والبيئة قال كمان إني متغازة وكل همي الفلوس بقى يتكلم علي وحش قصاد الناس تخيلوا قلت خلاص هرجع لعيلته وخليهم يتدخلوا لقيتهم عارفين ما حدش اعترض ولا اتكلم ولماحوا إن هما موافقين على الوضع ده باعتبار إنه أولى بمرات أخوه من الغريب حتى لما ابنهاك كبير عارفوا اعترض برضو ما فيش حاجات غيرت وحصلت مشكلة من غير فايدة وجوزي قطع وخلاص حسيت إن أنا هتجلط هتحصل لي حاجة قلت لازم أمشي وأسيب ويشبع بيها بدل ما شوف قهرتي بعناية وقفت فرج بس رجعت بعد كده قلت لأ هي أكيد مستنيها الخطوة دي عشان يتجوزوا وتبقى جات مني ونولتها لهم بس لما قعدت حسيت إن أنا قليلة قوي ما عنديش كرامة كل شوية تقهر من تصرفات العيال اللي بتحصل قدامي مش قابل يسمع أنا حرف وحش بقيت كل شوية بتحسبن فيه وفيها وأنا شايفة شقة عمري وصبري ورحلة كفاحي بتتهدق صاد عيني من غير ما أقدر أعمل أي حاجة مش هين علي بعد كل ده أسيب له كل حاجة وأمشي أبقى خسرت كل حاجة ولا أقدر أستحمل الوضع ده اللي ما فيش واحدة ست تقدر تستحمله قولولي أعمل إيه رسالة مدام بسمة صعبة وبشكرها إن هي بجد فتحت قلبها وتكلمت وبعد ما شفت القصة اللي كانت معانا قصة شبه قصتها بس من وجهة نظر مختلفة مع فرق كبير في الظروف في كل قصة بسمة حاسة إن كل الظروف بقيت ضدها ومش عارفة تعمل إيه جوزها بقى عنده مراقبة متأخرة هي وقفة بتتفرج ومش قادرة تمنع أرمالة أخوه من إن هي تقرب منه وممكن جداً يتجوزوا صاح؟ طب دلوقتي مطلوب منها تتصرف إزاي؟ طب إيه أسلم حل في الظروف اللي زي دي؟ موضوع صعب صاح؟ ولما يبقى أهله كمان شايفين إن هو أولى فهي ما فيش حد يوقف معاها هي لوحدها قوي موضوع محتاج تفكير كتير وعايزين نشوف نعمل إيه ونتصرف إزاي؟ وهل في ستة تستحمل الوضع ده؟ وعشان أستحمل إزاي أقدر أكونترول أو إن أنا أتحكم في غضبي؟ ولا كبريائي؟ استنونا بعد الفاصل قصتنا النهاردة عن مادام بسمة اللي أخو جزها الصغير توفى من فترة بعد وفاته اتفجأت بأرملته بتحب جزها فضلت وراه لحد ما وقعته ودلوقتي جزها عيش معاها في قصة حب مش طيق كلمة عليها الموضوع بدأ لما بسمة اتجوزت جزها زمان قوي كان شخص فقير رضيت بعيشته وقعدت معاه في بيت أهله عشان ما كانش مع شقة كان هو في الوقت ده وأخو صغير لسه بقى بيشتغله صبيون عند التجار في بداية حياتهم بسمة استحملت وقفت جنب جزها بعيد ذهابها لحد ما بقى تاجر كبير ربت ولاده التلاتة مع الوقت أخو الصغير كمان ظروفه تحسنت اتجوز وخلف بقيت بسمة ومرأت أخوه صحاب زيارة بقى وعزومات وولادهم كمان علاقتهم ببعض كويسة جدا لحد ما أخو جز بسمة توفى بدأت أرملته تزودها في الهزار طريقة الكلام رغم أن ده ما كانش عادي وما كانش عادة على وفاة جزها سنة في الأول بسمة كبت الدقيق وتقول لجوزها لازم توقفها عند حدها بس جوزها كان بيقولها معلش ولازم نرعيها عشان نكرمها دي مرأة أخوية ومع الوقت بقت مرأة أخو جوزها بتدايقها بتستفزها بتتريع عليها ويا أصغر منها في السن لحد ما جوز بسمة جي سيكة معي دخل معها في قصة حب بدأ يدخل الأوضة بيكلمها بيبعط لها أغاني هي بتبعط له بقى رسائل ولا كأنه واحد مراهق نسي إنه عنده سبعين سنة لما بسمة حكت لأهله لقيتهم موافقين طبعا ما هو أولى يعني بمرأة أخوهم الغريب حتى لما ابن أرمالة أخوه عارف إنه فيه بين مامته وعامه علاقة مقدرش يعمل حاجة ودلوقتي بسمع محتارة تمشي وتطلب الطلاق وتبقى رمالة أخو جوزها انتصرت خدته منها بعد سنين كفاح وتابت معاه ولا تفضل قاعدة تفضل قاعدة متغازة وتموت بغزها وتشوف ده كله بعنيها وعشان كده منورانا ومشرفانا النهاردة ريهام الهواري أخصائية علم النفس المؤسسي وتحليل السلوك عشان نشوف هنعمل ايه ازاي كيريان؟ ازاي كيريان؟ اخبارك ايه؟ وحششينك؟ انتي اكتر كتير ايه رأيك في القصة الجميلة بتاعتنا النهاردة؟ لا طبعا هي قصة توجع القلب وأنا متعاطفة في صراحة مع بسمة مش متعاطفة مع أرمالة؟ لا بوستي أنا متعاطفة ليه مع بسمة يعني لو كانت هي أصغر من 50 سنة كنت ممكن أقولك لا لازم تخذي موقف وكلام لكن الست تركبتها ساليب لما توصل للسن ده اللي هو سن 50 فيما فوق بتبقى الخوف مسيطر علي فأنا شو أحس بيه أنها خايف ولا بتبقى هاشة فرجايل قوي طبعا بقتش زي زمان ما هي بقتش زي زمان وبعدين دلوقتي انتي لما تيجي الواحدة عندها 50 سنة بتقول لها خلاص سيبيه وابتدي حياتك من أول وجدين ها اشتغلي سيبيه لعيالك الثلاثة ما خلاص لا فالحقيقة بقى إيه هل في حد يقدر اشتغل للوقتي وهو 50 فيما فوق صعب قوي اشتغل إيه وازاي يشوف داك وبيتهده قدام عيني واصرف على نفسي زي لا وبيتي يتهد ففهمة الخوف اللي هي فيه الحالة اللي هي حالة النفسية اللي هي تعبت وبنيت وسويته مرة واحدة بعد العمر دا ولا حاجة ما فيش ممكن تغيير من واحدة يعني إيه اللي يقهر الست أكتر لو هنكلم عن نفسية الست إن هي تبقى أحلى مني ولا أغنى مني ولا دمها أخاف مني ولا أصغر مني بتختلف من الست اللي تقهر لا أكتر حاجة تقهر تختلف من الست اللي تاني السي مثلا لو هي فرق سن كبير يبقى هو السن اللي حيدقيقها لو هما الاتنين على قد بعض يبقى الجمال هو اللي يدقي لو كانوا هما الاتنين لسه أو التاني بيملها يعني الراجل لسه ما ابتداش حياته ولسه موضوع المادة مسيطر عليه تغير منها إنها هي معها المادة فهو حيجري وراها فهي بتختلف من مرحلة سأنا أنا بشوف حاجة إنه السن بيفرق قوي معنا أكتر طبعا يا حتى لو هي أحلى مني نعرف فبقى أحلى شوف أبقى أصغر لو أنا كبيرة لو أنا كبيرة وخلص ابتديت أكبر وحس إن أنا كبيرة وواحدة لسه صغيرة بقى ونغنوشة بقى وبتجري وتتحك وتتدلع ومش عارف إيه طبعا السن اللي يفرق طبعا طبعا وبعدين بني وبينك بقى خلينا نتكلم بجد موضوع الجمال ما بقاش زي زمان نسبي بقى أولا نسبي ثانيا بقيت كل واحدة تعرف تعرف توضع بنفسه وفي البنات الصغيرين وبعدين موضوع ما بقاش غنى ولا ما عايش طبعا كله بيعرف وضع بنفسه كله بيعرف يخب بس الشرفي صغر تاني لكن مش هيعرف يخص صغر تاني وهي دخلت لها من الحتة دي وهو كمان هو كمان هي حس منه هو عايز يصغر عايز حد يحسسه والراجل إمتى بيستجيب يعني وهي حاولت في الأول وما كانش يمديها تمام الراجل إمتى بيستجيب بعد إين إمتى بيستجيب عايز فهم سيكولوجية هذا الرجل السبعيني ده واحد دوي على ودان عمارة من السحر فطبعا كل شوية يدلع ومش عارف إيه وإنت إيه وأخبارك إيه وصحيتك عام زي فالاهتمام طبعا بيحسسه أنه هو قادر وبعدين الراجل سيكولوجيته ما يحبش بعد فترة من العمر ما يحبش يشوف الست اللي بتفكره أيام ما كان لسه بيبتديوا معه ليه؟ لأنها شفته في كل أوضاعه شفته في ضعفه شفته في قوته حتى لو بتحتاره دي حاجة وحشة آه الراجل دايما يحب يحس الست بصي أصلا خلاص بقنا صحاب إحنا بقنا عارفين بعض حتى لو بنحب بعض بس حركة الإبهار اللي هي واحدة تانية تدهوله منبهرة بيك منبهرة بيك وبإنجازاتك وانتهى الراجل الراجل عظيم فقع مش ممكن طبعا واحدة ماشي تطبله من الآخر في كل حاجة حالة الإبهار دي بتخليه يحس طب التانية بقى لو احنا قلنا مدام بسم عشان في ناس ممكن تغلطها الناس ما بقتش زي زمان ولا هي خديته فور جرانتد يعني هو موجود موجود ما انتخلص بعدك 70 سنة عندنا 3 عيال اختيش على دمك يا أخي هتيجي دلوقتي تتسرق مني هي ضمانته مقدرش أقول هي خديته فور جرانتد لأنها لو هي خديته فور جرانتد ما كانتش تخنقت معاه في أول العلاقة لما هي بتدت تدلع عليها ولأ وانها تحول معاه أنا اللي قريته في السياق الحديث ان العلاقة هي بتقول انه هو تخنق مع بعض وبعدين بعد ما هو استغل انا رأيي بين السطور بين الكلام اللي تفهم ان هي بعد الحركة دي بعد الحركة الاولانية لما بتدت تدلع عليه وهو شوية يسمع وشوية ما يسمعش والكلام ده هي ابتدت تخاف على روح فابتدى يبقى ليها طلبات فابتدت ان هي بسم أنا بكلم على بسم فابتدت حالة عدم الأمان ابتدت تخليها تاخد إجراءات بقيت بحدة أو ند بند ما بقتش كانت بتعملها زمان وهو ده اللي حصل الخلاف اللي ما بينهم دي كنت عزيزت صرف ازار يهم يعني ما يفعش بقى عصبية عشان شفتوا موضوع ده لا 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 أنا ما بقولش ما ينفعش لا هي من حقها انها تحس اللي هي عايزة تحسه ومن حقها يبقى ليها أي رد فعل اللي هي تختاره لان انت عملت الفعل يبقى أنا عليها رد الفعل حال واقع حاجة ما تخصكش ما هو ما هو ده اللي أنا بقوله انت نويتي انت نويتي عايز تاخذ حقك خدي حقك بس خدي بالك انه ممكن يحصل رد فعل المعاكس واللي هي فيه النهاردة هو رد الفعل المعاكس أنا ما عنديش مانع يا سالي أنا عارفاك ما أنا عارفة جناغك أنا ما عنديش مانع انها يعني توري الأمرين بس نتيجة انها ورته الأمرين حصل لا مش نتيجة زينية ورته الأمرين لا نتيجة نحنا جبنا وراء ما تتملناش هي كلامك صح انا دوست منزين وفجأة روحتي راجعة تاني لورا ليه ومش بس راجعة تاني لورا ومش بنقول ان هي مفروك كانت صح بس انتي خدتي ري اكشن كملي بي كملي لي ما هو ده اللي أنا بقول ما انت اللي اختارت يوم ما يجي اقول انا هعمل صح كمل جميلك يوم ما يجي يقولك بتتكلم وتقول كلمتين مع ابابة هي بتهدد دماتي وبعدين في الآخر هو الراجل مش غابي يا سالي هو ببعرف اللي قدامه عندها خمسين سنة وععرف ان هي مش هتقدر تبعد عن العيلة ومش هتقدر تبعد عن البيت وان هي محتجاله والكلام ده فبيدوس بيدوس لان صعب جدا بصي صعب جدا على اي كائن حي ان الست دي تقف جنبك وان هي تبقى معطاردة على وحدة بتعكسك تروح انت متخنق معايا انت زاي بتتكلم عليها بالطريقة دي اه دي بقى اللقطة اللي انا قلت لا الا ولكن اللي لازم احافظ عليه نوعية الاحترام فلو هو ما بدأتش يحترمها وبقى يتخنق معايا ايه الاحترام ده بيبقى عمل ازاي يعني ايه الاحترام يعني ايه الاحترام لأنه لا يمزي، نحن رأينا في حياته وحشانه. أقول لك، عشان معنى الاحترام أن أنا أديكي أمتك. أعرف، أقصد أديكي أمتك في إيه؟ توقفتي معي. أديكي أمتك أنك مراتي، أنك صورتك من صورتي. أديكي أمتك أن أنا مجرح مشاعرك، موجعكيش. إنه لو حد أقل مني من الآخر وإنت قاعد. أنا ماي إمجش من يمجش. ودي بقى اللي دايما أقولها للبنات الصغيرة، بس مش لمدان باسة، عشان أبقى بس كلامي واضح. دايما أقول البنت الصغيرة إيه، لو هي لسه صغيرة والحياة لسه قدامها، وهي بتقدر تشتغل وتقدر تعمل. البني آدم اللي يهون عليه جرحك وزعلك وإهنتك، صعب جدا أن يكون بيحبك. صعب، صعب. فلو أنت قاعد معاه عشان حب، أعرف أن الحب غير متبادل، فلما أنا بقى أعود مع أحد عشان أنا بحبه، ومثير ويعقل، ومثير ويعرف إمتي ما بتحصلش، لأن هنت عليه. دا للبنات الصغيرين، للكوباء، لوحدة زي مدام بسمة، هي خلاص في وقت مرحلة في حياتها، عايزة تهدأ، عايزة تستقر، عايزة تشعر بالأمان، لما تتسحب السجادة من تحت رجلية مرة واحدة يسألي، شعور موجع، عشان كده بقولك أنا معايعة جدا، أنا حاسة باللي هي بتقوله، عايزة تشعر دور الضغط، أحسن ما أشوف ضغطك أنت، انت بتضغط عليه إيه؟ طيب أنا عايزة أسأل على حاجة بقى، أهله، لما باجي تجاوز، مين الطرف الأقوى؟ هو؟ أم أهله؟ لن تكون صحيح، يعني، هل واحدة تيجي تقولك أنا هكسب مامتو، عشان لما تخنق مع مامتو تبقى فصفي، ومامتو تبقى فصفة أنا؟ نحن عاشناش وما نعرفش التفاصيل، بس بين السطور، بتقول إن هما ما كانش معاهم حاجة، الأخين، وكانوا بيشتغلوا سبيان، وبعدين بعد كده كبروا، ده معناه إن الأهل نفسهم، مش على قدرة مادية عالية، فواضح جدا من طريقة الكلام ومن رد الفعل، إن جزها بيساعد عيلته، بس دي مش مهمة؟ لا، مهم، لأن ما يزعلهمش، هما ما يزعلوش، ما يزعلوش، لأنهم ماسكهم من يدهم اللي بتوجدهم، بالزبط، لأن هوا مصدر الرزق بتاعنا، مصدر الرزق بتاعنا، لأن أنت لو تاخد السيقة الحديث، تعرفي إن مفيش، بس في العادي، لو أنا كسبت جابهة أهله، وما كسبتوش هو، مين الأهم؟ يا دي من واحدة تقولك، مش مهم، بس مامتو، لو هو عمل حاجة هتقفلي، أنا لازم أهله يبقوا دايما في جيبي، لا، ما عليش، أنا أديني بقى مرة، مرة في سيناريو، في القصص دي، لا، راجل حط حاجة في دماغه، ما عملهاش، وما عملهاش، أو أهله هم اللي منعوه، من إمتى الكلام ده؟ يعني إحنا هنضحك على نفسنا، طبعا، والبقى في حالة جوز مدام باسما، ده اللي بقى مقتدر، ده اللي بقى بيصرف، ده اللي بقى موجود، حتى الست اللي هي مرات أخوه، مرات أخوه، كانت متجوزة أخوه، بيت مفتوح، فيه آمان، فيه فلوس دخلة، أسبيع فجأة، عايزة نفس العيش، طب مدال، هو أنت فكرة، إنها تكون بتحبه؟ يعني ده طمع مش حب؟ طبعا، ليه يا شايفة؟ مش هقول طمع، بس هقول أنا عايزة استقر، أنا عايزة ضل راجع، يا شايفة نورا، فيه من روح المرحوم، أنا مش هرد عليك، أنا مش هقدر أرد عليك، يعني إيه روح المرحوم، أنا غريب لك، أنا لازم أقول كل الاحتمالات برضو، حتى لو أنا مش مصدق، بقولك، مش مصدق، بس أيهافتي، لا، روح مرحوم مين يا ساني؟ بيفكرني بيه، وهو بقى، والنبي شبهه، والنبي شبهه، وأنا وحشني مرحوم، فهي لما تيجي تقولك كلمتين دول، هيقولك، كل حاجة إكرامة لأخويا، يبقى لطيف قوي، وهي قاعدة معا، بياخدوا الشاي، وقال لحاجة تقوله، أنت بتفكرني بالمرحوم، شعوره، هيبقى سعين، لا، إيه يا سالي؟ يا سالي، ما جنننيش على، أشعار بقولك، يعني يا عمره ما تستخدم الجملة دي؟ كيف يعني يا سالي؟ اللي بيفكرني بالمرحوم، طب هي بتتصابن، بتتمسكن، بسي، الراجل يحب الست المسكينة، أم القوية؟ لا طبعا. الاغلبية لو انا هتكلم عن الماجوريتي او الاغلبية. لا من الاغلبية والقصص اللي بنسمحها انا بتكلم مش بتحليلي بس من كتر القصص ما احنا المفتوض نعلم. الراجل يحب يخاف. الراجل يحب يعرف او يتعامل او يتكلم مع ستة القوية الزكية الكلام داخل. ستوعيش مرادة. بس ما تبقاش مرادة. ده حقيقة اشوفها اختي اشوفها بنتي اشوفها امي. لكن مرادة. لكن انت بص هنسويك كده انسي. ده حقيقة. اه طبعا. انا بشوف حاجة. ومع احترامي لكل رجال. ده الرجل الجبان. يعني انا مع احترامي مش الجبان ان هو فيه خصة او او او. لا الجبان اللي يخاف ان هو مرادته تعلي عليه. دايما فيه مقولة او فيه فكرة عندنا في المجتمع عشان يقولك لو الست ماسكت القرش. تمسك القرش. ليه؟ مفيه ستات ولاد اصول. وبميت ست وبتربي وبتشيل وبتبقى بدلك في الميت. حتى انت بشوف شغلة. مش عميلها على قد هو احساسه بنقصه. يعني انا ممكن اولا. في راجل يعمل ميت ست. هو بتولع له صواباح على عشرة شامعة. لكن بما انه هو ونفسه حاسس بنقص في الحتة دي. عمره ما هيشوف صواباح على ايضا. بالعكس. يعني انا بشوف الراجل اللي فيه الزكورة غلط. هو اللي يكره نجاح مراته. انا مبقاش قاعد في مكان ويتقلي انت جوز كذا. ليه مالها جوز كذا. او انا مرات كذا. ايه مشكلة. الامثلة والحياة بتورينا. ان من الزمان لحد النهاردة. لا الراجل ما بيحبش يبقى مراته ونكحة ومز. الا لو كان هو كمان ناجح مصدر ومشغول. بدليل تعالي تفراجي على كل الاسامة الكبيرة. اللي انجزت. اللي اشتغلت. معظم الستات. هتلاقي شاركس. يعني الشاركس لو هي از الشارك. او ان هو قرش حوت جامد. انا عايز واحدة كده تتكلم معي. حتى احنا بنفتر نعرف نتكلم عن نفس المستوى الثقافي. او حتى لو في البلد واحدة بتفهم في المحصول. واحدة تعرف انا ممكن اعمل ايه. تدير لي الارض بيبقى كده. ودي مش سهل ان حد يلاقيها اول راجل. اللي بيحبك حب وبنون بقى. حتى لو هو مش نفس قوتك. بس انا عايز اقولك على حقيقة. عايز اقولك الفرق ما بيننا وما بين الشعوب. او الشخصيات العملية. ولاش الشعوب. يعني خلينا شخصيات. احنا برضو العاطفة عندنا جامدة شوية. بس في الشعوب والناس اللي في مصر اللي هم عندهم. الحتة العملية دي مهمة. يحبوا دي. هي شائلة نفسها. انا شائلة نفسي. احنا بنتكلم مع بعض. فبتخش العلاقة. هي من الاول راس براس. انا بعمل دوري. انت بتعمل دورك. احنا بنكمل بعض. احنا مع بعض. هي دي. هي دي بدايات. هي دي البيز بقى. فما ده اللي بنبدأ نبني عليه. لكن هل احنا في مصر. اقول لك احنا في مصر احنا احنا ايه. وما تزعلوش مني. انا دايما بقول انه عدوة الست الاولى واحدة ست. بالضبط. بالضبط. الام انت جعلت. يعني انا في قصة النهاردة. وبين السطور. الام اللي شجعته انه هو يعمل كده. اوعى لتروح برا وتبقى مع راجل غريب. قالك انه احسن انه هو يلم لحمنا زي ما بيقولوها هناك في البلد. لم امرت اخوك وخليها هنا. حل. ودايما عدوة الست. ولا ممكن عشان الورث. ولا الفلوس ما تطلعش برا. لا ما بيفرقش معهم الفلوس. كما هو كبير بيصرف. ايه رأيك؟ الصغير عمرو ما هيبقى الفورتشن او الصروة بتاعته زي ده. بس تاني. ارجع اقولك. الجدة. الجدة ما هي جدة. المحرك الاساسي في كل العيلة. اقولك. الجدة. عز الولد ايه؟ ولد الولد. اه. فلما تيجي يحكي لنا قصة او. مدام بس ما تحكي قصة. ان حصل قطيعة ما بين حفيدها وابناها. فالحفيدة. او هتاخد فلوس ابنها وتتجوز بيها تصرفها نفسها. الحتة دي. احط لي. احط لي عليها. او مش واسقة فيها قوي ان الام اللي شجعته. لا هو عنده سبعين سنة. هو عايز يتدلع. لا ريء حلو. يعني مع احترامي. لكل السبعينات. بس مش كده. يعني اللي تعبت معك وشيء. زي ما انا لو شفت ستة عنده سبعين سنة ولا ستين سنة. وبتعمل الكلام ده. انا هبقى. في العيلة دي بالشكل ده بان هما بيشتغلوا مع بعض. ان هما فتحين الشغل مع بعض. يعني في نص الفلوس. ده ورث. بتاع الاخ اللي توفى. انا عندي سؤالين. قبل ما اسألهم لك. هقولك الاول. بما انك عارف طبعا علم النفس المؤسسي. فانت بتتكلمي عن المنافسة او الانجر مانجمنت في شركات. فما بالك بقى في عائلات دي. طبعا بالنسبة لك حاجة piece of cake زي ما بيقولوا. او حاجة قد كده. اما انت تشوفي مؤسسة كاملة. بتشوفي ردود. نفسيات. نفسيات وردود افعال العاملين فيها. طبعا. ما بالك بقى انه فعيلة قد كده بتتكون من ست سبع افراد. او ازاي ان انا اقدر اكونترول الانجر اتحكم في غضبي والايجو. حل. انا الايجو هنا مهمة بالنسبة لي اولا. انا السؤال اللي بعده هيترطب عليه كلها حاجة. طيب. ازاي اتحكم في ده. لنفس البشرية ما بيحركهاش وما بيوقفهاش غير حاجتين. يا الترغيب يا الترهيب. يضربك يعلمك. لا الترغيب يعني. الترهيب يعني لو انت هتعمل كده هيتقطع رقابتك. هتخسر كذا كذا. هو تخسر الحاجات اللي تحب. سيد الجالة ما متحبش كده بيتاني. بس ليس بايس في الحياة. ده الترهيب. الترغيب انك لو عملت كده هتبقى الكبير. الالفة المبسوط اللي متدال. ده طبيعة البشر. وبالتالي في جنة وفي نار. معه احنا التربيبية دي. ليه؟ ترغيب وترهيب. اللي يحرك البني آدم ويوقفه هو ترغيب وترهيب. تمام؟ فامتى هذا الرجل يقف؟ لو خايف من شيء ما يخسره؟ او يخليه او شايف انه هيبقى فيه حاجة هتعاليه اكتر لو عمل القصة دي. ففي حالة هذا الرجل بما ان الموضوع المادي ما بقاش هي القصة. في الحال دي هتضرب. شعوره انه هو مرغوب ويحافظ على الفلوس اللي تعب فيها لان الشغل مشترك. مرغوب من مين؟ يعني انا هيسألك سؤال هل هي غيرانة عليه وبتحبه؟ بسمة؟ اللي اتنين. بس الاكتر؟ هي محبة؟ لا. مش دي العامل الاسداء اولوية بس تيجي في المرتبة التالية. يعني الراجل ده فهم كويس او ان هي خايفة على مجهودها وتعبها وعلى شقاها وفلوسه. طبعا. وعلى ورس عيالي. طبعا. يا ناصح. فهو قاعد يلعيبها طبعا يمين والشمال. طبعا. حلو قوي. طبعا. طبعا. طبعوا بعدين. طبعا. بس اقولك على حاجة. من نسبة كم في المية اللي احنا خايفين منه هيصل. انا هو يروحي تجوز الستة التانية. طبعا. باللي هي بتعمله مادام بس ما دلوقتي. ناينتي. ما هو برضو انا مقدرش شلومها. يعني الستة محترمة. دي فضلت سنة يا شيخ. انا اعود 365 يوم كل يوم اعود افكر اقوم اجيبك ولا ماجيبكش. ده مجهود حتى يا شيخ. ده هي مسكت نفسها. لا هي هي بسي بسي. القرار صعب. جدا. صعب. وما اقدرش واحنا قاعدين كده مع بعض ناخد قرار زيدال ليها. هي اضرب حالها. ولكن نسبة ان هو يكمل في هذا العلاقة. فهذه العلاقة مفيش ها. عالية. فهذه العلاقة الجميلة مع ارمالة الاخ. هي المفروض رد فعل مدام بسمة ايه. هي عندها طريق من اتنين. ديني بقى اخر نصايح كده عشان اختم. طريق من اتنين. الطريق الاولاني. ان هي تقول ايه. يعني تكالي عليك يا رب. طبعا. لما يروح يتجاوز احتمال سنة ولا اتنين. ويزهو يرجع تاني. ممكن. تقول لي خلاص اصبر واتحمل عشان اللي عملته ده كله. ما عمل ما يروحش. هو العمر بقى في سنة وتنين. لا وكده كده انا ازهقت منه. خد بالك ستة عندها خمسين سنة. انا ازهقت منه. نفسي شباب على فكرة. هو خمسين ده مش كتير. لا. في الجيل ده. ولا لو كانت سبعين ادوا. لا 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 انا ما بقولش سبعين. بس الخمسين غير التلاتين. جيلو اس ففتي فايف هاني. جينيفر لوبز خمسة وخمسين سنة. يعني هقولك يعني لمؤخزة. المغنية اللاتينية. ريهام الهواري. هتقرن نفسها بجيلو. اه. مكرنيش لي يا حبيبت. نحنا على الالى عدلنا جيل السبت البلدي. احنا بدك والهالثي. وبعدين. يعني مش هنقر. ما دي عيشة ودي عيشة وده شغلانة وده شغلانة. فانا مش هقولها قار. بس خمسين لسه حلوة. لا لا انا ما بقولش انها وحشة. انا ما بقولش وحشة. لسه صحة حلوة. طب يا سالي ما انا عندي خمسين سنة. وانا بقولك الستة وهي عندها اربعين. غير وهي عندها تلاتين. غير وهي عندها عشرين. في سن الاحتواق كله يا ريام. احترامي ليكي. يعني اقولك كده. صدق يا سالي احنا لنا قاعدة لما تبقى كده. في سنة نبقى نتكلم مع بعض. لان اللي ما يعرفش يقول. احتواق. اه احتواق. اللي ما يعرفش يقول احتواق. طب نعمل ايه بهذا النهار ده بقى مدام بسمك. فدي اللي انا بقوله لها. اول حاجة لازم هي تاخد القرار. لانها عشتها هي. بس. بس. في ايدها. تهتم بنفسها. يعني اهتم بنفسها. انا مصلحتي في ايد. صح. انا مصلحتي ان انا اعود. خليكي قعدة. مصلحتي ان هو كل ما يشوف خلقتي نفسه تتزد. انا نفسه تزد نفسك على الدنيا. اخي مش عايزة حاجة ثانية والله. فانت لا تشوفي مصلحتك يا ست بسمة الاول. مصلحتك انك تقعد يقعد. بس لما اجي اعود. برضو ارجع اقول ما اصلحت. يعني مش كل كلمة. مش كل موقف. مش كل اخناه اتشل واتهبت معه انت. معه انت. صحتك برضو. وما هممشوش برضو صح. يعني لا هممشو ولا اعملو. لا. ما هو فيه حاجات الستات بتعرف تعملها مع اجوازاتها. اللي هي تفضل. ممكن ابصوله بصات تخوف. البصات. ممكن اخليه بقعد ميت في جلده. كيف شرح ان اعمليه. ما انت. لا بصي بصي بصي. احنا عارفين هذا السر. الراجل لما يجاوز على امراته. والتانية دايما ما بتعملش كل. هو الراجل اللي تعود يطلب من الاولانية. تعود الاولانية هي اللي تعمله كل حاجة. فلما الاولانية تبطل تعمل وهو يبتدي ينقل الناحية التانية. الست مش عايزة برضو اجع دماغ. يعني لقيت زوجة التانية الاول بتبقى عايزة تساعد وتدلع وبتاع لكن. ايبا ايبا يعني. تتصحيني زي ما بتصحيت تقولي فردة تشرب فين؟ بالزبط. بالزبط كده. بالزبط كده. بالزبط كده. فهي ممكن بمنتهى الهدوء. بس ان لنا خايفة منه ان هي هتفضل زي ما هي بتقول. بتشاله واتهبد. واتغز واتنقت. حقها. يا بنتي ايوة بس لو انا هاخد قرار ان انا اعود ما هو حقها. ولكن صحتي اهم هو انت هو انا هفضل تشاله واتهبد عشان انا يحصل لي السكر. ولا يجيلي مرض. ولا يجيلي مصيب عشان انا بتشاله واتهبد. اخر سؤال اختي مي معاك. هو انا لو مشيته من البيت. وعدت انا برحتي وحالي. على فكرة في ايدها انت مشي من البيت. ويبقى تفضل على زميته. بس ما اظنش ان ده حل صح. ليه؟ ليه؟ انا متعود انا في الاول المشيين. اه هديك حقك ودلعك. يعني هديك حقك عشان ايحسس ان انا ايه جاي عليك برده. ما هي في حتة كده. لكن بعد كده اللي بيدي هيقل 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 هيقل. البعد غلط. طب ولا اجي بقى اقهر الثانية وغزها زي ما بتغزني. يعني انا هعرف ازاي احرق لك دمك. اللي بيعرف يحرق دم كان حرق دم من زمان. شكرا استاذة ليهامر هاواري نوارتينا. مرسي يا استاذة سالية ربنا يبراكلك. ربنا يبراكلك. استنونا بعد الفاصل لسه فيه كلام كتير قوي محتاجين نقوله. في حكايتك يا مدام بس. موسيقى موسيقى اصعب حاجة في موضوع النصيحة. ان الشخص اللي بينصحنا. بتكون نصحته على مقاس تفكيره. او طبعه او ظروفه. هو. مش احنا وطبعنا وظروفنا. عشان كده. ممكن جدا. ان اللي يناسبه حل. ما يلفعش مع حدتين. صح؟ فيش حاجة اسمها. صح طول الوقت. او غلط طول الوقت. الصح والغلط. نسبي. دي اصعب حاجة في حكايتك يا مدام بسمة. يعني مثلا. اكيد الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي واحدة ستة مثلا. ممكن تقولك ايه. انت ازاي سكتة ومستحملة. ازاي مستحملة حاجة زي دي بعد سنين عمرك اللي بتروح كده. لان طبعها حامي. طول عمرها جديدة. واغد على انها تاخد حقها بالخناء والزعيق. طريقتها وطبعها. وارد جدا واحد تانية تقول انا لو مكنك يا بسمة كنت هقرب من جوزي. وطب طبع ليه. مش اسمح لارمالة اخوه ان هي تكسب وتنتصر علي. او تاخده مني. وتاخده على الجهز كده بعد كل السنين دي. لانه هي هادية. عصبها هادية. عندها قدرة ان هي تتحكم في عصبها او في غضبها او في انفعلتها. بس في الاخر. اللي بيقول النصيحة من بعيد. غير اللي جوه المشكلة. طبعا. اللي بيتفرج من بره. على المسرح. مش زي اللي جوه بيمثل. عشان كده محتاجينك بقى. تفكري بصوت عالي كده. احنا هنفكر معاك شوي. هنسيبك انتي دي تقرري. انا عمري ما هقرر مكان حد. بس في نقطة كده. وهي اهم نقطة. عايزين نلفت نظرك ليها. انتي وكل اللي عندهم مشكلة شبه مشكلتك. سواء بقى. كان جوزها مثلا بيحب ارمالة اخوها او بيحب واحدة تانية في المطلق يعني. الرجالة تحب كتير او معروفين يعني. ممكن يكون مثلا دخل في قصة حب على كبر. ومتمسك بيها قوي ها. اصوا بيقولك انه الطفل. لا مشي عنه الراجل. مشي عنه الطفل. والله العظيم بيقولك انه الراجل عبارة عن طفل كبير. أبيك بايبي. ده حقيقي. ما بيعترفش انه كبر. لا لا. طول الوقت بيبعايز ايه. اه تدلعي. اه تحتوي. اه تحبي. انا مش قاضي ان انا اقول غلط عليك او زي ما هي قالتلك. شوفي انتي مش مهتمية بيه في ايه. او قصرتي في نفسك في ايه. مش زنبي ان انا احلى منك. حاجة جميلة قوي. لا طبعا. العيب مش عليك. واحنا مش عايشين معاكم. عشان نعرف التفاصيل اللي بينه السطور. او حضرتك عملتي ايه وتعبتي في ايه. او ايه تقدري تعمليه وايه ما تقدريش تعمليه. احنا بنفكر معاك بصوت عالي. زي ما قولنا. النقطة التانية بقى. اللي عايزين نتكلم فيها. حضرتك وكل واحدة بتسمعنا او بتفرج علينا. انه بيتك. هو بيتك. مملكتك. حتى لو كان بفلوس جوزك ده بيتك. انت اللي بتطلع. انا بفضل في البيت. لازم اي وضع غلط. نحط له حد من الاول. حد واضح. ليزعل يزعل. في حاجات اصلا ماينفعش معاها ان احنا نستنى. حد يتصرف بدلنا. لازم احنا اللي نتصرف. لكن مما انه خلاص بقى حصل اللي حصل. فخليني اقولك. تي لسه بتحبي جوزك قوي. يا مدام باسم. مش قادرة تسيبيه. وزي ما قولنا هنا في البرنامج كتير. انه فعلا طريق المأزون. اقرب من ان انا بعت رسالة. او طريق البرنامج. لو كاني اتك انت تسيبيه. كنت تسيبتيه خلاص. لو انا بتكلم صح. يبقى ما تقوميش. وتحاربي. وتقولي لا في المواقف الازاي دي. لانه خلاص. ده ممكن يعمل ايه نتيجة عكسية. حاولي معهم بالحب. بالاخلاص. معاملة الحلوة. بانك تدخلي ولادك. مش عشان يتخنقوا مع باباهم. لا. عشان يفكروا. ويحننوا قلبه. سيبي البابة على ربنا سبحانه وتعالى. وكي لي امرك. ليس لها من دون الله يكشفه. ارضي باللي ربنا يحكم بيه. هو اعظم حد يدبر لك الامر ده. وبأحلى مما كنت تتخيلي. سمعتي معانا. نصايح ريهام الهواري في الفقرة اللي فاتت. هاستنى منك. رسالة جديدة تطمنيني فيها عملتي ايه. واستنى من كل اللي تفرجوا علينا. مش اقولكو. حطوا نفسكو. مكان مادام باسما. لانه ممكن يبقى في كتير. مادام باسما بس سكتين ومش عايزين يتكلموا. ومش عايزين يحرجوا. الزوج الجميل المخلص. او عائلتو اللي شايفة وسكتها. يبعتو لنا. على فيسبوك و تويتر وإنستغرام وواتساب. قولونا لو كنتو. شوفتو اللي بيحصل ده. كنتو هدعملوين. واستنينكم في قصة جديدة وحلقة جديدة. بس تكون حقيقية. باي باي.